تداخل وصلاحيات بين الجهات الخدمية ألقت بظلالها على طريق مدخل بغداد الشمالي الذي يربطها باتجاه الموصل تلك التداعيات وغيرها عطلت إنجاز هذا الطريق الحيوي سنوات عديدة والمواطنون يدفعون فاتورة المخاطر الجسيمة بحسب معنهم اللي أخر هذا الطريق هو سقاطع صلاحيات يعني احنا المحافظة نادي للطرق الجسور وأكثر من مرسد المحافظ جاب وكيل وزير اسكان والتعمير وجاب مدرحة مطرق الجسور وكان خطة عندها طرق الجسور أنه يعرضنا على مستثمر يجيب يجيبها من منطقة النباعي وبالتالي موجيبها جيبها قسم الروح للدولة وقسم التوسيع وصيانة هذا الطريق عدم السيطرة على الأحمال اللي سيارات الحمل أنت تشوف كم هائل سيارات الحمل سواء كانت إنشائية عن طريق النباعي أو سواء كانت اللي تيجي عن طريق الشمال العراق كردستان أو عن طريق الموصل عندك سيطرة الشيون أيضا والفحص الآليات لازم يكون بصورة دقيقة فهذا اللي سيسبب أن توقف السيارات الحمل بمسافات كبيرة يعني توصل كيلوات وضمن خطتي الحكومة لتطوير مداخل العاصمة وأطرافها محافظة بغداد أكدت أن هذا الطريق سير النور خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كامل إجراءات التعاقد مع شركات وصفت من قبل مسؤولين في المحافظة بالرصينة العقد يعني توقع حسب علمي قبل سبوع بالمحافظة نحن في طور تشكيل دارة المهندس المقيم اللي ستكون برئاسة مديرية طرق وجسور محافظة بغداد راح يتم المباشرة بالعمل إن شاء الله في الأيام القريبة مدة المشروع حسب ما ثبتت بالعقد هي سنتين 765 يوم تفاصيل المشروع هو يبتدي من نهاية الوحدة الإدارية لمحافظة بغداد سيطرة السالو ينتهي عند سيطرة العباشي بحدود 33 كيلومتر ذهب و33 كيلومتر إياب وما بين الأمس واليوم وعلى ما يبدو فإن هذا الطريق بات عصيا على الحلول أعوام طويلة من الحلول الترقيعية وتقاطع الصلاحيات التي سببت بإرباك كبير للمواطنين وأصحاب المركبات عباس نعم العراقية الإخبارية بغداد